بعد أيام من الفوضى والاتترابات، محلات ومصانع النسيج الحيوية في بنغلاديش تسأنف عملياتها وأنشطتها الاقتصادية. صناعة تشكل بالنسبة للعديد من النساء العاملات بالنسيج مصدر دخلهم اليومي الوحيد. كما تساهم صناعة الملابس هذه بخمسين مليار دولار من عائدات تصدير السنوية للبلاد بالإضافة إلى خلقها فرص للشغل بالنسبة للملايين من البنغلاديشيين. واتطرت هذه المصانع التي تورد العلامات التجارية الكبرى إلى الإغلاق بسبب حضر التجوال الذي فرد أثناء الاترابات. منغلاديش التي صنفت كثارث أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين والاتحاد الأوروبي وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. وكان ما يقرب من نصف صادرتها في الفترة من يوليوز 2023 إلى ماي 2024 إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار. ترجمة نانسي قنقر